السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم تنصيق نص أداة الورد ارت بداية يا رابع نستذكر أداة الورد ارت أداة الورد ارت هي أداة ذات تأثيرات جمالية هلأ في عنا نوعين يا رابع لتنصيق نص أداة الورد ارت إما تنصيق النص أو تنصيق الخط اللي انت ذاته قبل الكتابة أو تنصيق النص بعد كتابته سواء أنا يا رابع بدي أنصيق هذا النص قبل الكتابة أو بدي أنصيق هذا النص بعد الكتابة يجب عليك إدراج أداة الورد ارت أنا اللي بروح من عند قائمة إدراج انسرت وبختار أداة الورد ارت إذا أنا بدي أنصيق النص قبل كتابته بدي أختار أداة الورد ارت من شريطة لمجموعة إدراج من مجموعة نص طبعا وبختار نمط أداة الورد ارت رح تظهر عندي نافذة يا رابع هاي النافذة انت بتكتب بتغير فيها حجم الخط وبتغير فيها نوع الخط البولد غامع والإتلك مائل هاي من أداة تحديد نوع الخط شفناها كيف أداة حجم الخط وأداة الإيمال الإتلك زي جكل الآية المائلة وأداة بولد غامع هاي التنسيقات بعدها بكتب الناس وبضغط على موافق هيك أنا بكون يا رابع نصقت النص قبل كتابته يعني أنا نصقت عملت التأثيرات اللي أنا بدي فيها غيرت النوع والحجم عملت بولد غامع زي عملت مثلا إتلك مائل لقد قبل ما أكتب النص فأنا لما كتبت هذا النص كان مكتوب وهو مطبق عليه تلك التنسيقات التي تم اختيارها بينما خطوات تنسيق النص بعد كتابته فإحنا بنكتب النص بعدين بحدد النص المكتوب يعني أنا بظلله يا رابع عندها بتظهر عندنا قائمة تنسيق في شريط القوائم تحت أداة Word Art Tools بنضغط على شريط تنسيق سيظهر عندنا تنسيقات أدوات التنسيقات مجموعة نص مجموعة أنماط الورد آرد مجموعة ترتيب مجموعة أنماط الأشكال زي هيك طبعاً أمكاني إني أعمل تعديلات تعبئة الشكل تغيير الشكل وتأثيرات الظل وغيرها وكيها رابع الخطوات العملية لإدراج أو تنسيق نص المكتوب عندنا في أداة الورد آرد بدايتها بدأ روح على قائمة إدراج Insert هيها إدراج وأختار عندنا Word Art وأختار نمط الورد آرد اللي بيناسبني هكينا في عندنا تنسيقين تنسيق قبل الكتابة وتنسيق بعد الكتابة أنا أوش دا نجرب تنسيق قبل الكتابة بدي أرجع على الصفحة الرئيسية أغير حجم الخط شايفين كيب غيرت حجم الخط أغير نوع الخط هيني غيرت نوع الخط أعمله bold غامق italic مائل بعدين ننمح النص المكتوب عندنا هون ونكتب الوطن العربي هيك أنا منصقت النص قبل الكتابة هل أنا بعد ما نصقت كتبت النص من كان يحتاج بعض التنسيقات فأنا أول إشي يجب تضليل النص ضللته حددته نفس الإشي بروح بغير حجم الخط إذا أنا بحتاج تغيير أو مثلا بغير لون الخط إذا أنا بدي أغير اللون بعمله bold غامق italic مائل اللي بناسبني وإذا أنا حاب أغير نوع الخط هيني أنا غيرت هون نوع الخط يعطيكم ترجمة نانسي قنقر